الحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق ساعة السفير أهلا بك معنا كثيرة هي الملفات التي يمكن مناقشتها معك لكن البداية من الحديث عن خلاف بايدن نتنياهو هل من تأثير له على سلوك إسرائيل في تعاملها مع الحرب المستمرة على قطاع غزة أو الحرب التي تريد إسرائيل أن تشعلها بكثافة في المنطقة تداء بلبنان ومن ثم قصف إيران وأيضا العراق واليمن أولا تحية لك أستاذ حازم وتحية للمشاهدين الكرام يعني أكبر ذليل على التوتر القائم بين الرئيس بايدن ونتنياهو هو أن لم يتحدث أي منهما مع الآخر منذ سبعة أسابيع بالضبط منذ الحادي والعشرين من شهر أغسطس إسرائيل في حالة حرب الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل بصورة عمياء وكان من الطبيعي أن يتحدث قادة هاتين الدولتين مع بعضهما البعض من وقت إلى آخر أقلا مرة في الأسبوع ولكن ذلك لم يحصل بسبب الخلاف القوي القائم بين الرئيس بايدن ونتنياهو وليس بين الولايات المتحدة وإسرائيل الرئيس بايدن عنده خلافات قديمة مع نتنياهو منذ العام 2010 ولا داعي لتذكيرها لأن ذلك يأخذ وقتا قويلا عندما كان لائبا للرئيس ثم في الـ 2015 أثناء الاتفاقية النووية وغير ذلك من الأمور وخاصة منذ أن بدأت إسرائيل حربها الوحشية على قطاع غزة والرئيس بايدن يطلب من نتنياهو المرة تلوى الأخرى أمورا متعددة تتعلق بوقف إطلاق النار حماية المدنيين فتح المعابر عدم اجتياح رفح وغير ذلك من الأمور وفي كل مرة كان نتنياهو يرفض هذه الطلبات بالعلن وما كان يؤذي الرئيس بايدن ولماذا لم يتخذ الرئيس بايدن إجراءات من أجل ربما الضغط على نتنياهو للقبول بتلك المطالبات الأمريكية ومطالبات أيضا إدارة بايدن يعني نعرف جيدا أن بايدن منغمس كثيرا في علاقته مع إسرائيل وهو قال عن نفسه أنه صهيوني مع أنه ليس يهوديا أنه يخشى أنه في حال قطع الأسلحة عن إسرائيل أو قطع الغطاء الدولي عنه فإن ذلك سيدر بإسرائيل وليس سيدر بنتنياهو هو على خلاف قوي مع نتنياهو وقد جاء هذا الاتصال الذي حصل اليوم بينهما على خلفية قرب صدور كتاب بوب وودورد الذي تحدثتم عنه في مقدمة منذ لحظات وفيه يقول يعترف بوب وودورد كم أن الرئيس بايدن مستاء من نتنياهو ويستعمل بحقه كلمات غير ودية إطلاقا يعني الخلاف قائم الرئيس بايدن لا يحب كثيرا نتنياهو وقد تجاوز كل خلافاته السابقة مع نتنياهو بعد السابع من أكتوبر بأيام قليلة وسافر إلى إسرائيل وعانق نتنياهو ووعده بكل وسائل المساعدة وهذه نقطة مهمة جدا الخلاف الشخصي يعني شيء والاتفاق بينهما على قتل الفلسطينيين في غزة واللبنانيين كذلك في هذه المرحلة هناك يعني عندما يكون الحديث عن خلاف انعكاس هذا الخلاف على مشهد الحرب يكون شيء إيجابي بالنسبة للفلسطينيين أو اللبنانيين لكن ما نلحظه أن هذا الخلاف التأثير تأثير سلبي مزيد من القتل مزيد من المجازفات الإسرائيلية والتي تريد حكومة اليمين المتطرف أن تجر إدارة بايدن إلى حرب اليوم واسعة النطاق في المنطقة نعم صحيح ما تفضلت به ولكن الخلاف ليس على الحرب ولكن الخلاف هو على مصلحة إسرائيل نتنياهو يبدي مصلحته الشخصية على مصلحة إسرائيل وهذا ما يعيه الرئيس بايدن وهو يرى أنه من حبه لإسرائيل فإن ما يقوم به نتنياهو في إسرائيل مضر لإسرائيل عالمياً رأينا كيف أن الكثير من الدول تنتقد وعدد من الدول الغربية اعترفت بالدولة الفلسطينية منها إسبانيا وإيرلندا ونسمع انتقادات قوية مؤخراً الرئيس الفرنسي أوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل كل ذلك ليس لمصلحة إسرائيل وهذا ما يزعج الرئيس بايدن لذلك هو يختلف مع نتنياهو الخلاف هو على مصلحة إسرائيل وليس على مصلحة الفلسطينيين يعني الخلاف بين بايدن ونتنياهو كما تفضلت ليس مفيداً للفلسطينيين كلاهما متفقان على القيام بهذه الحرب ولكن الموضوع أن الرئيس بايدن لا يرى بأن ما يقوم به نتنياهو مفيد لإسرائيل دعني أفتح معك زاوية جديدة في هذا النقاش هذه الزاوية متعلقة بالرد الإسرائيلي على الرد الإيراني قبل تقريباً أكثر من أسبوع هناك مناقشات تجري في إسرائيل نتابع وسائل الإعلام الإسرائيلية يتحدثون عن ضرب منشآت نفط إيرانية مثلاً ليس بالضرورة ضرب منشآت عسكرية يتم الحديث من قبل وزير الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع الأمريكي لود إيرسن عن إمكانية استهداف المنشآت النووية وهي خيار يلوح في الأفق طوال الوقت ما الذي يثير قلق الأمريكيين من الرد الإسرائيلي المتوقع والمنتظر على إيران من وجهة نظرك؟ الأمريكيون يعون أن نتنياهو يحاول منذ فترة استدراج الولايات المتحدة للقيام بحرب مع إيران هذا أصبح واضحاً جداً منذ أن قصفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق وكان نتنياهو يتوقع ردة فعل قوية من إيران مما كان سيستدعي بالضرورة وبالتأكيد ردة فعل من أمريكا من الولايات المتحدة ضد إيران ولكن تمكنت الولايات المتحدة من مساعدة إسرائيل وحمايتها من القصف الإيراني وتمكنت أيضاً من إقناع نتنياهو بعدم القيام بعملية كبرى كان كل ذلك في شهر نيسان أبريل الماضي الآن بعد العمليات الجديدة حاول نتنياهو مجدداً استفذاذ حزب الله وإيران عبر قتل فؤاد شكر عبر قتل حسن نطر الله عبر قتل إسماعيل هني في قلب إيران كل ذلك يستدرج إيران لردة فعل من أجل أن تتدخل للولايات المتحدة وتحمي ومن هذا المنطلق أرسل الرئيس بايدن إلى المنطقة حاملة طائرات وبوارج حربية من جهة لمساعدة إسرائيل ومن جهة ثانية لإعطاء رسالة إلى إيران بعدم التدخل بقوة لأن الأسطول الأمريكي موجود في المنطقة والأمر ليس بهذه السهولة ولكن في الوقت نفسه الولايات المتحدة لا تريد بسبب الانتخابات القريبة وبسبب المصالح الأمريكية واحتمال ارتفاع أسعار المفض والموات في دقيقة ساعة السفير الحسابات الأمريكية للرد الإسرائيلي ما سقف هذه الحسابات؟ يعني سئل الرئيس بايدن منذ يومين إن كان يعتقد أن على نتنياهو قصف المنشآت النووية قال مباشرة لا أما بالنسبة إلى المنشآت الأخر المنشآت الاقتصادية والعسكرية المنشآت النفط مراكز منشآت عسكرية والنفط بالنسبة إلى النفط لم يعطي جواباً واضحاً ولكن كان معروفاً أن الولايات المتحدة لا تحبذ ذلك لأن هذا الأمر من شأنه أن يرفع من أسعار النفط في الولايات المتحدة، في الدول الغربية وفي العالم وأن يؤثر على الاقتصاد العالمي فالولايات المتحدة تفعى إلى إقناع نتنياهو بعدم القيام بأي عمل ممكن أن يؤدي إلى هذه الأمور ولكن لا أحد يعرف كيف سيرد نتنياهو على هذه الرغبات الأمريكية المحور الأخير معنا في هذا النقاش يتعلق بلبنان البعض يقول الوضع الآن بحاجة إلى فليب حبيب من جديد من أجل إنقاذ الموقف هل تتفق مع ذلك؟ نعم فليب حبيب قام بدور جيد في الماضي في العام 82 ونجح فيه والآن فليب حبيب هو في العالم الآخر رحمه الله ولا نعرف إذا كان هناك أي شخص آخر يستطيع القيام بمثل هذه المهمة ولكن الرئيس بايدن قال صراحة أنه لا يريد أن يرى أن يحصل في لبنان ما حصل في غزة قبل ذلك ولكن كل شيء على الأرض يدل أن نتنياهو يعيد الصورة نفسها التي نفذها في غزة سينفذها على ما يبدو حتى الآن نفس التصرفات نفس العمليات ونفس التصريح حتى بالعبارات أن عملية محدودة بعبارات أننا نحارب الإرهاب بعبارات أننا ضد إيران وغير ذلك من هذه الأمور كل شيء يدل على أن ما يفعله شبيههم بما فعله بقطاع غزة ولا نعرف إذا كانت الإدارة الأمريكية ستططيع أن تضع حد وهنا موقف الإدارة الأمريكية الذي يمد إسرائيل بالسلاح بشكل كبير جدا وبالصواريخ والطائرات الأمريكية تقصف الأهداف سواء كان في غزة أو في لبنان وعديد الجبهات الأخرى فائض القوة تحول إلى فائض جنون كما يقولون في هذه المرحلة من قبل نتنياهو وحكومة الحرب يعني أموستوكسين لن يقوم بهذا الدور من وجهة نظرك سعاد السفير مرحلة حساسة يعيشها اللبنانيون من المنقذ؟ لا أرى منقذا إلا إذا تمكنت الإدارة الأمريكية من لجم نتنياهو من أعماله الجنونية التي يقوم بها حاول ماكرون ولكن ماكرون ليس عنده نفس النفوذ على إسرائيل ونفس وسائل الضغط على إسرائيل الموجودة لدى الولايات المتحدة عندها السلاح عندها المال عندها الغطاء الذي تعطيه لإسرائيل في المحافل الدولية وخاصة في الأمم المتحدة طالما أن الرئيس بايدن لا يستعمل هذه الوسائل للضغط على إسرائيل ستستمر إسرائيل سيستمر نتنياهو في هذه العمليات الجنونية ولا نعرف أين سيقف ولكن ربما سيقوم الرئيس بايدن صرح اليوم أنه لن يقبل بأن يحصل في لبنان ما حصل في غزة لا أعرف أنا شخصياً ولا أعتقد أن أحداً يعرف إن كان سيستطيع ضغط على نتنياهو في هذا المجال أشكرك جزيل الشكر كنت معنا من واشنطن السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق شكراً جزيلاً